زون ميكست اعتبر بالنسبة لينا اول حضور اذاعي ماكتعرف احنا اسلام كحكام معناتها عنا كل واجب التحفظ في برشة اشياء يانو احنا كيمة اللاعبين ما نجمو نحضر وكان ما يخذوا ترخيص كيمة الحكام كيمة المدربين كيمة الواحد ديما عنا كل ترخيص اللي كونو يسبق معناتها كل حضور اعلامي كو سواء معناتها راديو ولا تليفزيون ولا اي حاجة يباك خلت احكيونا مسيرتك شوية في التحكيم كيفاش بدأت كيفاش بدأت الاغرام كيفاش انطلقت والله اسلام ادخلت الاربيتراج نتذكر انا قاعد في الدار جاني المرحوم محمد علي برزوقة كان كاتب عام معانتها كاتب لجنة قار متاع ادار وطني التحكيم ومعاها سيعة ليلة الملكي سيتي عام سبعة وتسعين جوست بعد ما توفى الويلد معانتها اقترحوا علي وقترحوا على الويلد باش ندخل القطاع التحكيم باش نخلي المسيرة متاع الويلد ديما متواصلة والاسم ديما موجود الفكرة ملول ما كانتش مطروحة برشا لكن مباعد في معانتها في اواخر معانتها سبعة وتسعين ثمانية وتسعين معانتها خديت القرار باش ندخل القطاع التحكيم وبدأت مسيرتي في اول مقابلة سنة تسع وتسعين في ملعب ستفكرها نتذكرها نتذكرها ملعب سيدي داود القديم اللي توه موجود فيه مركب تجاري داخم مش شعرنا فيه على الاشهار اما الملعب كان ملعب سيدي داود كنت نعمل حكم مساعد معا سي طارق شمسي الوقت ها نتذكر اداني مستقبل المرسى والترجي الرياضي هذي كان معانتها اول مقابلة كان في موسم ثمانية وتسعين تسع وتسعين معانتها من تسع وتسعين من تسع وتسعين حتى الفين وعشرين عام عشرين عام والله يشوف اسلام معانتها كل عمل بشري فيه معانتها جوانب تنجم معانتها جانب فيه جوانب ايجابية وفما جوانب معانتها سلبية في كل عمل في كل مسيرة معانتها تتقيم من الجوانب الكل اكيد معانتها في المسيرة بتاعك كانت فما فترات باهية برشة كانت فما فترات ممتازة وكانت فما معانتها قال الراجل حاجات راضي عليهم واكيد في مسيرتي بم حاجات ماكنش راضي عليهم مية في المية وما كانوش موافقين فيه مثلا العمل بشري اللي قاعت في بيدك وكشفز عليها ماتش ندمت عليها ولا حاجة هاك؟ لا مش حكاية ماتش معنىتها مواقف معنىتها الحاجات اللي اللي كنت ننجم ناخو موقف ولا ناخو قرار اكثر حاجة شنية؟ اه في بعض المقابلات معنىتها كنت نحبظ لو كان معنىتها قرار يمشي في الاتجاه هذي وما كانش يمشي في الاتجاه فما مقابلة معاينة؟ فما بعض مقابلات لحق نتذكر في مقابلة معنىتها شهيرة بين التراجي والنجم الساحلي ما كنتش معنىتها في مستوى كبير مش نجيها لك بعض اي ما كانش مستوى متاعي معنىتها كبير وهذيك معنىتها كانت تفهمة بعض حاجات اللي ما كنتش موفق فيهم في المقابلة هذيك مسيرة عشرين عام كنت موجود في العهد السابق وبعض الثورة شنو اللي تبدل؟ اه اسلام انا بديت مسيرتي مع اول رئيس جامعة الاستاذ ابو الحسن الفقه معنى تبديت مسيرتي مع ابو الحسن الفقه ثم مع سي طهر سيود ثم مع بعد سي ابو الحسن الفقه جاسي حمودة بن عمار ثم سي طهر سيود ثم سي اه بن عمر ثم سي علي لبيض ثم اه انور حداد ثم دكتور وديع الجريم معنىتها مسيرة امتدت من ابو الحسن الفقه من سنوات الفين اه الى الفين وعشرين معنىتها معنىتها كل مكاتب الجمعية هذية كل خدمت معها اي شنو تبدل كيفية شنو الفرق بين قبله وتو اه اه شوف بالنسبة لنحن كحكامة توخير 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 بعد الثورة كانت احسن كنا معنىتها كانت ثم ضغط ضغط المقابلات ضغط النتيج ضغط الشارع العام الرياضي ما كانش فم ضغط سياسي قبل انا ما ما خلطش انا اول مقابلة بديتها نظفر في الرابطة المحترفة الاولى كانت سنة الفين وعربعة الفين وعربعة من الفين وعربعة كانت معنىتها تحس المقابلات كنا معنىتها اه قال الراجل معنىتها نظفره في مقابلات لكن تحس فم الجانب ديما الجانب السياسي يطغى اكثر معنىتها يقال كان فم ضغط من سنمشيبوه بوقتها كان موجود ولا انا برسونال مو انا برسونال مو معنىتها كنت اه في الفترة اللى كان فيها سليم شيبوب في الاوج العطام تاو كرئيس اه جامعية وقتها كانت في بدايتي معنىتها ما كانتش عندي احتكاك كبير مع سليم شيبوب اه معنىتها ما كانتش انا نذكر معنىتها مقابلة كنت اه نعمل فيها حكم رابع مع اه اه دولي عاطف الياقوبي والتوفيق العجانجي والمرحوم رب ان شاء الله يرحمه يخفر له سي توفيق الوسلاتي معنىتها كنا نحن مع عاطف العقوبي هذه المقابلة اللى نذكرها معنىتها كان وقتها سليم شيبوب رئيس تارجي بعدها يمكن معنىتها بمقابلة اثنين وقتها تنحى سليم من من رئيسة التارجي اما نذكر المقابلة هذيك كان وقتها فريق التارجي رياضي 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 سفيقسي مقابلة شهيرة وكان وقتها سليم شبوب معانتها اطلب في المقابلة ذيكة حبي قابل المكتب الجامعية معانتها في المقابلة ذيكة نتذكرها المقابلة ذيكة والله يعني لانه بتعلى تلك اونه فما اخطاء تحكيمية وفما اشياء معانتها تحكيمية معانتها بتعلى هذي معانتها مع شقول متش وقتها كان عاد في العقوبة حكم انا كنت حكم رابع انا كنت حكم رابع ومعانتها سي توفيق العجنجي كحكم مساعد دولي اول والمرحوم توفيق الوصلاتي كحكم مساعد دولي ثاني باي دي سيزيون تعليق الزوفارة كيف خليتو ولاي اه اه اشوف اسلام احنا في قطاع التحكيم مناش اه فونت كوميرس مناش مخدين فونت كوميرس الاربيتراج هواية بتخنق للاربيتراج عنا هدف معين نمشيو بالتدرج شنو بالتدرج معانتها نمشيو بدي بشوية بشوية نقوله اهنا توا باش نعملو التحكيم الهدف الولاني باش نوصل ننزفر سينيار وبعد وصلت زفرت سينيار زيت تطلع فالتراج نقوله توا اهنا في التحكيم نوصلو باش نزفروا الرابطة المحترفة الاولى وبعد وصلنا زفرنا الرابطة المحترفة الاولى هذية راوكي نحكيلك راو موش في عام انتها هذية يمتدل سنوات ثم التضحيات ثم سنوات كبيرة تعديت على معانتها من بساج البساج يان كل البساج ما بين البساج والكم والثاني ثم Terge�� MDF ثم بارشة تضحيات ثم بارشة سوفرونس ثم بارشة معانتها ما الراجل سنوات باش نجم توسل البساجينيين بعده وبعد وصلت pairو الرابطة المحترفة الاولى تولي عندك معانتها امكنية انك لا للا للا في الرابطة المحترفة الاولى هذوكم اذوكم سلم ترقي معانتها في السلم نتاعك تترقى في درجات نتاعك أما إن فاو وصلت الرابط المحترف الأولى يوالي الهدف الأساسي متعك ترسم روحك في الرابط المحترف الأولى وتشد المقابلات الكبيرة ومن بعد ما ترسم روحك وتشد المقابلات الكبيرة تولي تطمح إذا كان وصلت تمس في المقابلات الكبيرة تطمح بش تكون دولي. إذا كان وصلت دولي وعملت مسيرة متع ثمانية سنوات ولا سبعة سنوات في القائمة الدولية تتوجتهم في آخر عام ناول معناتها في سنة الفين وعشرين كمعناتها ثاني أكثر معناتها تورنوا عند الكاف اللي هو كاسفريقيا قل من ثلاثة عشرين سنوات معناتها تقول ما عادش نرجع بالتوالي بش نعاود لزيتاب نخلي بلاستي الواحد صغير جون معناتها ينجم يكون ينفع ينجم يكون. وهذا يرى والتخمان مش أنا بركة. هذي جل الحكام اللي يوصلوا الباليه معين إذا كان بش يهبط من الباليه هذكا صعيب يسر بش ناجم. وعنا حصيت روحك بش تهبط كتناحيت من القائمة الدولية. لا 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 مش بش نهبط لا بالعكس 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 أنا معادش عندي هو قتلك كران نحنا عنا كتشانانج في كل في كل يتاب ينزم كتعاود وتريكو بيري بش تعاود تطلع لليتاب. احنا حنوصلنا كتقول حكم دولي سبعة في تونس على قداش من حكم هروا هذكا يتسمى في القمة. قمة. فهمت بحكم أنا السن متاعي متقدم شوية بحكم الي كوني 42 يعني مزلولي في مسيرتي التحكمية. قيمية ثلاثة سنوات يعني أنا ثلاثة سنوات إذا كان أنا تنحيت من القائمة الدولية معادش عندي حتى مجال باش نعاود الريكو بيري باش نطمح باش تكون عندي تشالنج كوي قوي باش نجم نعاود نرجع القائمة الدولية. قيمية ثلاثة سنوات هذوكم نعمل ركول نرجع روحي ويدخل في بلاستي حكم صغير ويكون طموح ويكون عنده مستقبل. قيمية ثلاثة سنوات نقعدين عندي نقعد في القطاع. كيفاش تقبلتو ديسيزيون بتع تحكيم القائمة الدولية؟ لا 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 والله اسمعني إسلام باش نكون واضح. بالنسبة لي أنا يعني قطلب. راهو قرار متاع تنحيتي من القائمة الدولية. راهو القائمة الدولية مهيش فونت كوميرس. مهيش حكر علي أنا باش تقعد معنتها مدى الحياة. راهو يلزم تخلط القطاع التحكيم نهار يلزم نهار باش تغلب القطاع التحكيم. سي نورمال هذيكا باش ما. والدليل كتبت تدوينة اللي مايقبلش الظلم والافتراء على روحهم مايقبلوش في غير. ايه مو اسلام. في لحظة دخش كنت؟ لا مش في لحظة دخش إيجا فهمك مو اسلام. كي معانتها الهيكل الرياضي. على الهيكل الرياضي. ولداء معانتها والجامعة. ما يعطيكش فرصة باش تنجم التوري اللي كونك انتي. الكلام اللي وصلوا ماهوش صحيح. فهمت؟ تولي انتي تعمل روكول. توخر البتوالي. تقبل قانون اللعبة. وتنسحب معانتها بكل بكل بساطة. والبروفوني اللي كوني انا انسحبت ومعملتش منها معانتها إشكال. ومشكيمة بعض حكام معانتها يعتبروا كونه مسألة حياة أو موت. انا معانتها انسحبت. خديت قراري. سي معادش حكام دولي. خديت قراري. ات معانتها باش ننغادر قطاع التحكيم وكو. ومعانتها جبت روحي بكل هدوء. معانتها مفهمش عليش باش نعملوا منها بوليميك. ومعانتها نعملوا منها إشكال. تظلمت؟ والله تظلمت كلمة كبيرة معانتها. انا قلت لك إسلام تظلمت كلمة كبيرة معانتها ظلم ظلم شنوه معانا. ظلم تياب ريتو تطلعتها بدكورة معانا. تستحق تخرج معانا من القايمة. بالنسبة للسنة منستحقش نخرج من القايمة دولي. معانا ديف ظلمت؟ ما قلت لك ما تظلمتش. مش هدايا ظلم. معانتها ما ما تسمعش ظلم. ظلم قال في حاجة وحيدة. ما تظلمت فرصة لنجم المسؤول الأول على الجامعة التونسية الكورت قدم. فما كلمت تحكي على خروجكم من القايمة الدولية. حكيها الأعلمي زمين نتحيي ليها وليد غرفيلة. نسمعه. تسمعه. ما هو قال وليد غرفيلة بخصوص خروجكم من القايمة الدولية؟ سليم بالخواس. صاحبي لنعطيك معلومة لكينتي. ليلة اللي استعملت القايمة الدولية. يجيه اتصال من أحد الأطراف الفاعلة في الإدارة الوطنية للتحكيم. تليفون. يقول له يسليم راوه مورك واضحا راك في المرتبة الرابعة ولا الخافسة. نعرفه السابع هو اللي يخرج فما العديد المصويت تتحل. والسابع هو اللي غادر ويدخل في بلاستو الحكم الجديد. يجيه اتصال يقول له راك الرابعة ولا الخامس. أما بره شوفه مورك مع الرئيس. وفما كلام على فلوس تعطات مسايدة وفيق المكشف في إطار قرض ربما أو في إطار تدخل لقرض للسليم بالخواس. بش يكمل على أساس بش يكمل الدار بتاعه. بش يكمل يبني ويريق الدار متاعه. ولهو مش صحيح لأنه سليم بالخواس اليوم مازال راهن الدار متاعه ومازال الكريدي قاعد يمشي يبني في الدار متاعه. ومتصل بسليم بالخواس قالوا راك أنت الرابعة ولا الخامس معنا تتعدى لكن سوي وضعيتك. واتصل برئيس الجامعة. وفاسألوا ما هي اللي صار في الحكاية التوفيق المكشف لأنه الكلام اللي وشاية جاءت رئيس الجامعة بلغة أخرى وبعبارة أخرى. من أطراف مساعدية سليم بالخواس يقعد في القائمة الدولية يقولوا أنه هو اخذي قرض أو توسط له توفيق المكشف في قرض من بنك بش يكمل الدار متاعه. وطبعاً هذه المعلومات نقولها ومتأكد منها ونعرف حتى شكون طرف اللي يتصل بسليم بالخواس. شكون؟ شكون؟ طرف فاعل في العائل. نعرفك جاري. سميني الأشياء بأسمائي. سليم، سمعتوا الكلام ذلك؟ نعم، سمعتوا الكلام حتى في وقته. شوف اسلام. موقع وسليم منظومة. هكذا؟ نعم، سنجيك بعض. يقال هذا. يقال؟ نعم، نعم. نحن في كرة القدم. وهذا رئيس الجامعة يقوله. ليس أنا نقوله. هذا رئيس الجامعة يقوله. يقول أنا ما عندي حتى مشكلة. مع حتى حكم يكون عنده علاقات مع أي إنسان. أما نحسب الحكم في التهراء. هذا واضح؟ نعم، نعم. أنا ما عنديش علاقة كم توفيق المكشر بركة. أنا صاحبي رئيس جديد. رشيد زمرلي صاحبي. يوسف العلمي صاحبي. وليد جلاد صاحبي. توفيق المكشر صاحبي. كل منظومة متاع كرة القدم. كنا لدينا علاقات مترابطة مع بعضنا. هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية. يخي توفيق المكشر بركة. هو بركة. أنا رأينا نخدم متصرف رئيس. في الشركة التونسية لأسواق الجملة. أنا متصرف رئيس. عندي أستاذية في علوم المحاسبة. متخرج من المعهد الأعلى للمحاسبة وإدارة المؤسسات. رأينا صحيح. إسلام نعمل لك إتيكات. أسهل حاجة. أنا نعمل لك إتيكات. وصلوا لكلمة ذي لأيس الجامعة. صحيح معنا. شوف إسلام. لنبدأ واضح. أنا خرجت من القائمة الدولية. ليس إسناء. وقت اللي جاتني للكونفوكاسيون. باش نمشي للكاس إفريقيا عقل من 23 سنة. كيفي؟ وقت أخذاء قرار. اللي كوني أنا وليت المسم عام في الحم الحي. شون وصف؟ أنا مانيش باش نزيد ندخل. أنا باش ندخل؟ شوف إسلام. تلمح لش كون؟ ما يلمح لحتى حد. هي واضحة. أنا وليت المسم عام في الحم الحي. لذلك هذي يزموا آي كارتي. تلمح هاي ثمجيرات مثلا. ويلدو هاي شمجيرات. أنا مانلمحش. انتي قلت. أنا ما قلت شيء. انتي قلت. أحناس. هو في حوار السلاح هذا. هذا اللي مريد تكون صريحة معاي. واللي فم أفهم. لا اللي باش نكون صريح معاك. على طول الخط. قلت لك. النهارة اللي جاتني. الكنفوكاسيون. امتاعي. باش نمشي. الكاس الفريقي أقل من 23 سنة. نهارتها. وقع. خذوا. القرار. كوني أنا. نتنحى من القائمة الدولية. ما كون هم اللي يخذوا. انتي قلت. أنا. واللي قلت. وين صحيح ولا غالط. ايجا نفهمك. شو معناها أنا. نقعد أكثر من عمين. عمين. ما نظفرش النجم الرياضي الساحلي. عمين رون. قولك عمينة. ما زلت في المطار. مروح من كاس الفريقية. ما زلت في المطارة. نهارتها. نهارتها معي. وأقسم بالله في المطار. نهارتها معي. النجم الساحلي. واتحاد بنقردان في بنقردان. عمين اللي طول ما زفرت ليش. شو معناها. شو معناها فهم. يحيد من ايضا العادلات. نهارتها معناها. نعم. على نقعة بالرابع وبالخمسة أو الستة جنوات. لم أتعينش. ما تريد أن نمشي معك؟ ماتح بنقردان اللي طول ما تقصد به؟ لا. ماتح ما تقصد بيج. لا ليس ماتح ماتح بيج. أنا أنا عمل ميجم ماتح في الجامعة التونسية لكرة القدم. من ماتح كدي إلى ماتح سينيور عندي كيف كيف. تعينني كدي نمشي. تعيني سينيور نمشي. اما اسلام عامين انا ما نظفرش لتوال ما زلت في المتار ان انا روحي معين بن جردان وليتوال شو معناه تحب تخلاق لي مشكلة مع رئيس الجامعة تحب تخلاق لي مشكلة مع مع انتها مع مع الراي العام الرياضي ذا 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 لا بالعكس بالعكس ما تشتعدى على البرفكسيون ما صار لي فيه حد شي ما تشتعدى مو انتك يتعمل مفهم ربك سبحانه الفوق هو اللي يسير في الكون متى هو يسير في الدنيا هل انتك يستعد ذا ذا ! اذا ربي يسهل هذه الكل محظة و Teddy David تحب تعمل Davis فيه رئيس الجامعة لا، ما نعرفه نحن كونا الى سيد وديع الجاري و نعرفه المنطقة و نعرفه اسلام را انا فاهمين نا اكون كي معناه الكلام اللي تقال انو رئيس الجامعة ما تحبش في بن جردان موجود معناه اذا كان انت يضرم بن جردان معناه بش ثقش عليك رئيس الجامعة هو هذي ما قالوا هو قال هذا البلاد وبلد ونلا ونحييه في الوقتها يشجحها فيلم فقط لا يتغيش على حكام اللي يظلمها لا ماذا بنا هكا مع الانديا الكل شوف اسلام شوف الفرق التونسية الكل تتظلم بما فيهم بن جردان في اخر العام لا لا كيف كيف في اخر العام نعملوا بلان نشوفوا وشكون الجمعية اللي تظلمت وشكون الجمعية اللي استنفعت من التحكم الناس الكل كيف كيف انا مانيش نحكيلك على الدكتور وديع الجري وعلى قتوب بن جردان انا نحكيلك على رئيس لجنة التعينات شنوه على قتوبية فمش كون فرح كي سنبل خواس بطل التحكيم والله انا ما عملتش معنتها انفيستيغاسيون صغيرة انا باش نعرف شكون فرح وشكون اكيد رو باش تلقى شكون فرحان و باش تلقى شكون متقلق و باش تلقى شكون هذا مؤكد معنا لا لا مش ديبلوماسي هذا واقع نحكيلك في الواقع يخط حتنا عفلين تعرف كل شي لان حب واذا بيدت تحكي الاشياء معنا معنا شو معنا شو معنا شو سميد اشياء مسمياتها فما ما فماش اكيد فما شو اماش اكيد اماش عقية مش مش باش نفر زينا باش نقول كارا اه اسلام فرحلي ولا زيد ولا عمر كي تقول لي خطو لي متشوات الاطوال وبنغردين ونا في المطار كي تقول لي قعت ستا مقابلات متعينتش حتى معنا هذريت فى الافريق معنا Brilliant شاش متعين دم هكة ولك لا 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 ما عنده حت عاليقة بلا الافريق بتونس والأفريق مع أنت عالم بآخر ومنذ بآخر لا مش الضرر مش الضرر تحس كونه المسؤول أول على التعينات ما معادش الكورا مع أنت بورتوهرا ومع أنت كنا أصحاب برشا معناتها ماذا يبدل العلاق؟ هني قلت لك وولده كاس الفريق يقال من 23 سنة وولده أنا من أشوف هاي ثمره وخوي وصاحبي ومن أعاز أصدقائي تفل المطربي ومعنتها قال الرجل من أعاز أصدقائي ومعنتها صاح بصاح 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 هاي ثمختي كيف نبدأ واضحين بوه يجزمع 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 لا يجزمع أنا قلت لك إسلام وعلاقتي بالسيد هشام قيرات تغيرت 180 درجة جوديبيا 180 درجة من نهار تجتني الكونفكاسيون ومشيكوا في فريق حصلت لك تتقلق وقتها ليس نقلق ليس فقط فقال ما يجزمع لتدخل الممارسد الذي قلت بالكاسفرقية قلب من 23 سنة كانت الهدوزيام ومشيكوا في هذا الشيء حصلت على هذا الممارسد فقال كانت ومشياء من أخراب ومن أخراب ونحن نساهد كما تكون لها أنا مجرور تقبلت هذه الوضعية حاولت ندبتي روحي حاولت نعاود الرجع عليقتي خطر كانت عليقتي جد متميزة مع سيهي شام حاولت الرجع العليق متاعي حاولت معناتها نعاود نقرب سيهي شام بو نقيته انت مزال واخو في خاطر وعملت وسطات نقيته متغشش عملت وسطات مع خويا وعشيري وصاحبي ومعناتها سامحني يا باش نذكر نصري لجوادي فهمت معناتها باش نحاول ونحكيه وتتكلمنا توسط لك عندي شي مجرد قال لي انتي سليما معناتها كي مشيت تبدلت وما عادش قال الرجل نتكلم وكنا كل يوم صباحا ما سيهي قلت له انا معناتها صحيح عندك الحق وحاولت جو ما دابت في اللي كونديسيون جدد وبعد ما بقى رجعت نخدم عادي ورجعت نخدم على روحي وما فهم حد شي اعملت فلوس من الكرة ولا لا تلقيت محاولة رشوة ولا لا وانت في قطاع التحكيم نحن في قطاع التقالي ببعض شكلهم مغادرت كلمة فيولا هذو اهم المواضيع بعض الخبار مع فادرتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة